السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على آناتنا في تعليم مع فيديو جديد في مادة النشاط العلمي المستوى الثاني صفحة 13 إذن هذه الصفحة من الكتاب فضاء المختار في النشاط العلمي إذن هنا الحصة السادسة بعضوان حواسي تحفظني من الأخطاء إذ هدف من هذا الدرس أن أتعرف دور الحواس في التنبيه إلى المخاطر الخارجية إذن درستنا في الدرس الصابقة من الوحدة الأولى بأن تكامل الحواس يمكننا من معرفة المحيط حولنا واكتشاف عناصره استعملنا حاسات اللمس واستعملنا حاسات السمع واستعملنا حاسات الشم إذن عندما استعملنا حاسات اللمس استطعنا التمييز بين الجسم البارد والصاخر حاسات الشم استطعنا أن نعرف إن كان هناك حرق يعني شيئا يحترق نستطيع أن نعرف وجود ذلك بواسطة حاسات الشم دون أن نرى وحاسات السمع تمكننا من التمييز بين مصادر الصوت إذن هنا نلاحظ في الصورة طفل يحاول عبور الطريق إذن هنا لنعبور الطريق دائما نستعمل يمكن أن نستعمل حاسات البصر لمعرفة لون الضوء لأن الضوء ضروريا نعرف إن كان من حقنا أن نعبور الطريق أم لا لأن هناك إشارة المرور أضواءها مختلفة يمكننا التمييز بين لونها بواسطة حاسات البصر وكذلك يمكن أن نستعمل حاسات السمع لمعرفة صوت السيارات القادمة في اتجاه هنا كما درسنا كنا حاسات الشم التي تمكننا من معرفة الأشياء كالحرق مثلا إذن هنا هذا الطفل مصطفى عندما يريد أن يعبر الطريق سيرى بواسطة حاسات البصر إن كان اللون الموجود في إشارة المرور يسمح بعبوره أي اللون الضوء الأحمر الذي يعطينا حق عبور الطريق إذن هنا سيستعمل حاسات البصر ولكن نلاحظ هنا في الصورة تساؤل مصطفى هل سيعبر الطريق أم لا إذن نلاحظ هنا أنه مترددا في عبور الطريق إذن هنا سنتسأل لماذا تردد مصطفى في عبور الطريق لأن هنا نلاحظ تردده في عبور الطريق إذن لماذا تردد مصطفى في عبور الطريق؟ إذن لماذا تردد مصطفى في عبور الطريق؟ إذن لاحظنا هنا تردد مصطفى في عبور الطريق فكانت تساؤل هو لماذا تردد مصطفى في عبور الطريق؟ الفرادية التي يمكن أن نفتردها هنا ربما مصطفى يجهل حق الأصبائية في المورب أي لا يعرف الضوء المناسب لعبور الطريق إذن يمكن أن نكتب هنا نفترد أن مصطفى يجهل الأصبائية في المورب أي ليس له دراية بآنون السيل لا يعرف متى يمكنه عبور الطريق نحن نعلم أن الضوء المناسب لعبور الطريق هو الضوء الأحمر عندما يكون الضوء أحمر يمكننا عبور الطريق لأن عند الضوء الأحمر تتوقف السيارة إذن ننطئل إلى ألاحظ الرسم ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة البصر السمن إذن نلاحظ هنا في الصورة امرأة تحاول أطع الطريق مع أفليها وهنا أطفال يركبون الدراجة وهنا سيارة وهنا أيضا إشارة المورب أنتبه ولا أشتغل بأمر آخر عند عبور الشارع إنه عند عبور الشارع ولكي أحفظ نفسي من الأخطار علي أن أستعمل حواسي لأن الحواس تحفظنا من الأخطار كيف ذلك؟ يمكن أن نعتمد على حاسة السمع فنسمع صوت السيارات الآدمة باتجاهنا ويمكن أيضا أن نستعمل حاسة البصر لكي نرى إشارة المورب المناسبة لأطعي أو لعبر عبور الطريق وكذلك لرؤية السيارات إن كانت متوقفة حتى لا نعرض نفسنا للخطأ إذن هنا ألاحظ الرص ثم أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة البصر السمع لأعبر الطريق أنتبه ثم أستعمل حاسة إذن نستعمل عند عبور الطريق كما قلنا حاسة السمع وحاسة البصر حتى نجنب نفسنا في وقوع المخاطر استخلص إذن الخلاصة التي يمكن أن نستخلصها من هذا الدرس إذن خلاصة التي يمكنها استخلصها هي الدرس هي الهدف من هذا الدرس وهي أن أتعرف دور الحواس في التنبيه إلى المخاطر الخارجية أي عندما أريد تجنيب نفسي الوقوع في المخاطر علي أن أستعمل حواسي وخصوصا حاسة السمع وحاسة البصر عند عبور الطريق إذن الهدف الخلاصة من هذا الدرس هي حواسي تنبهني وتحفظني من الأخضر إذن حواسي تنبهني وتحفظني من الأخطار يعني إن استعملت حواسي بشكل صحيح ستعمل تلك الحواس على منعي من الوقوع في المخاطر عند عبور الطريق إذن ننتقل إلى السمع أصل الحاسة بالأشياء التي تشكل خطرا عليها إذن نحن نستعمل الحواس فيما يفيدنا وفيما يحفظ نفسنا من الأخطار ولكن هناك بعض الأشياء تشكل خطرا على تلك الحواس أي كل حاسة لها شيء يمكن أن يسبب لها الضرر أو يسبب لها خطرا هنا حاسة اللمس هنا حاسة الضوء هنا حاسة الشم وهنا حاسة السم وهنا حاسة البصر إذن هذه أعضاء كل عضو له يتميز بحاسة اليد حاسة اللمس هنا اللسان مسؤول عن حاسة الضوء هنا الأنف مسؤول عن حاسة الشم وهنا الأذن مسؤول عن حاسة السمع وهنا البصر مسؤول عن حاسة البصر هنا الفلفل الحريف إذن الفلفل ماذا يمكن أن يضر لأننا نتضوأه إذن سيضر حاسة الضوء إذن سنصله عند الليسان هنا أزبال متراكمة الأزبال متراكمة تعطينا رائحة الكريهة والرائحة الكريهة على ماذا ستؤثر؟ ستؤثر على حاسة الشم إذن الرائحة ستؤثر على حاسة الشم إذن سنصلها عند حاسة الشم هنا شيء ساخن يعني حرارة الحرارة نحس بها بأيدينا يعني عند اللمس إذن ستشكل خطرا على حاسة اللمس إذن سنصلها باليد هنا الضوء الساطع يعني الضوء الشديد سيؤثر على بصرنا إذن سيشكل خطرا على حاسة البصر أنه يضر بحاسة البصر هنا الموصيء الصاخبة إذن نسمع الموصيء بأذننا إذن ستشكل خطرا على الأذن أي على حاسة السمع إذن سنشكل خطرا إذن سنصلها بالأذن إذن إلى هنا ينتهي الدرس صفحة 13 حواسي تحفظني من الأخطار لدعم الأناة المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الدرس ترجمة نانسي قنقر